يلي منحبه كتير لكن مع الأسف في بعض الأشخاص ذهب بعيدا لمصالحه الخاصة في بعض الأشخاص حولوا هذا البلد إلى مكان لألون ما تركوا شيء للمواطن لا بالصحة ولا بالتربية ولا بالأهليم ولا بأي شيء ما تركوا شيء ما هو نحن إذا تأملنا أنه يكون فيه مسؤول ياخد أرار خلينا ناخد مثل مش يعني يعني طبقا لولنا راسنا أنه 22 من بعد قمة العربية رح يكون فيه جلسة للحكومة كان فيه اجتماع وزارة مبارح على أساس لا يحكوا بموضوع الناس حين قبل بعدين قالوا لأ رح ينحكى بموضوع بد قضية رياض سلامة شو طلع ما طلع شيء عينوا جلسة بـ 26 الشهر الجمعة علما أنه كله يتخذ الأرارات التمرينة وإذا حدا صرح بيطلع حدا من عند الرئيس مئاتي يعني يضحض ما نسب من قبل وزير وضايع الأمور بدوا مئاتي مشيون هيك أنه متل ما أنا بلكن بتعمل كأنه فيه عراضة يعني بهالإطار كمان خلينا نحكي شغلة أنه البت بمصير رياض سلامة بات معروف مفروض خلينا نشوف هيدا الأرار بتتذكر وقت بدري ظاهر يعني تم توقيفه وقت شو طلع عن مجلس الوزراء وعن رئيسة المالية شو طلع أنه لازم عندما سيتقرر توقيفه أنه يروح لتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد أعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء القيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإداراتهم ما دون الفئة الأولى الفئة الأولى وضعوهم بتصرف مجلس الوزراء هون وزارة المالية لأنه الجماري كتاب على المالية وغير يعني ها بـ 22 كنون التالي 22 مع بداية السنة فعادي أرار مجلس الوزراء يلي يتطبق على بدري ظاهر بوضعه بالتصرف لازم يتطبق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مثلا عرفت بهذا الإطار ولا يعود بمهامه الرسمية كحاكم للمركزي خاصة أنه عم بيطلع بيانات يعني وبتعرف البيانات اللي عم تطلع عن المصرف المركزي والمقابلة وهيك كأنه بعده حاكم مجلس الوزراء أو الوزراء أو رئيس حكومة حتى لو كانت حكومة العمال يستعرض هيك بطولات من دون أخذ قرار وبيقدف المشكلة لـ 26 الشهر وإذا وزير العدل قال أنه خلص أنه شو ما كانت الأمور مفروض يقدم استيقالتو لأنه أصلا سمعت لبنان باتت بخطر ووضعنا الدولة كيف إذا غير زول أوروبية عملت مثل فرنسا يعني منصير بمشكلة أكبر وتتوسع المشاكل والبكار يفتح بشكل مخيف على لبنان يعني ليش هالغموض ليش هالقلة صيف وشتر لا قرار يعني بهذا الموضوع عن جد يعني خدوا أمثلة تصرفتوها بالسابق كفوها بهالإطار ما بيقدوا أما في ضباط نجم مكللة ضباط هني خليهم ضل الضباط ضبعت دورة الأربعة وتسعين بس حدا يفسرنا هون غير بحث هون صرنا بينافزة تانية إذا بنا نفتح أمثلة وأمثلة وأمثلة ما من نخلص إنه هودو الضباط شو زنبون إذا في خينيف بالسياسة هني شو زنبون ليش بيدفعوا التمن؟ لأنهم تابعين لفئة معينة أو طايفة معينة أقول إذا بدك تحكي بطموح الموظف بالدولة اللبنانية ما بترتكز على إذا واحد بيستحق أو لا إذا لازم يترقى أو لا يعني بتروح لغير معايير بكتير من الأحيان بأوقات لا بيكون في عدل بس بأوقات يظلم إنسان بسبب السياسة والسياسة بتلاحقوا لآخر نهار علما أنه لازم يكون إداريا فقط التعاطي معه لا أكثر ولا أقل كيف إذا كان حاكم مصرف مركزي لكل اعترف أنه كان فيه سوق إدارة مالية طيلة هذه السنوات وإخفاقات متراكمة ودولة أوروبية مع جويز وإنتر بول يلاحقه وخط أحمر مع جويز كل يحطه مع جويز تتذكري كل يوم جايزة على أداءه أي على أداءه بالعالم أفضل حاكم أبعاً السمير جعجع أفضل حاكم بالعالم ليس فقط في المنطقة ترجمة نانسي قنقر